اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاء ليرى مصيبة التي فيها العراق لكن أن يأتي أي مسؤول ليعطاه شرعية لوضع شاذ ومأساوي ومدمر في العراق منذ عشرين عاما هذه هي كارثة كبيرة وخاصة عندما يكون المسؤول هذا هو الأمين العامل المتحدة هذه المنظمة الدولية للتأسست عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ووضعوا ميثاقها في ذلك العام تفقت خمسين دولة اجتمعت في سان فرانسيسكو في أمريكا وتفقت على ميثاق معين ووقعوا للميثاق هذا الميثاق اللي هو تعمل المنظمة من أساس يعني قامت المنظمة على أساسه وتعمل بموجبه هذا الميثاق تعدث عن السلم العالمي عن السلام في الدنيا عن حق الشعوب في تقرير مصيرها عن حقها في حريتها واستقلالها ورأيها الصحيح وخياراتها والأمم المتحدة وبالذات أمينها العام مسؤول عن تنفيذ هذا الميثاق وأعطاء الشرعية لهذا الميثاق وأعطاء يعني حقه في في أن يثبت للآخرين يثبت للشعوب أن هذه الوثيقة حقيقية وصحيحة وتحترمها الشعوب وتحترمها الأمم المتحدة التي قامت من أجله ولي كل دول الدنيا تدفع مساهمات من أجل يعني من أجل أن تبقى الأمم المتحدة يعني رواتب الممتحدة وقيامها كل هذا اللي هو ثلاث مليارات وكذا حوالي ثلاث مليارات ونصد دولار سنويا هذا كل الشعوب تدفع الحكومات وتدفع الشعوب من أمواه الخاصة لكي تبقى الأمم المتحدة قائمة وترعى الشعوب وهكذا لكن أن يأتي أنطونيو غونتيريش وانت تعتقد في تلك اللحظة أنه جاء ليقول أن الوضع في العراق شاذ وأن الأمم المتحدة لم توافق في عام 2003 على احتلال العراق وأنها ضد احتلال العراق وأنها ضد كل ما حصل في العراق وأن ما يحصل في العراق والعراقيين شيء لا يقبل وإذا به في أول صورة يجتمع يعني العرابة في ذلك ممثلته في بغداد الإسخارت يعني جاءت له بمجموعة من الميليشيات من الشخصيات الغريبة عجيبة المسؤولة والمتهمة من قبل العراقين متهمة بقتلهم اهدار دماؤهم الفساد سرقة أموالهم خرب بلدهم تدميرها رعين إرادته إلى إيران هكذا وإذا بنا نشاهد في اللقطة في الصورة إذا هو يقف مع قيس الخزعلي وغير قيس الخزعلي وجوه غريبة كالحة مسؤولة عن كل قتل العراقين وعن تدبير بلدهم مسؤولة عن دمار العراق وعن تمييز وعن الطائفية وعن الخراب وعن الفكر وهي التي هضمت حقوق العراقين أكلت كل حقوقهم ومنعتها عنهم وخربت كل يعني كل ما يتعلق بمثاق الممتحدة ما يطبق عنها العراق هذه انتهكتها انتهكت حقوق الإنسان انتهكت حرية الإنسان في خيارات انتهكت استقلال انتهكت ثروة كل شيء سرقته وإذا بالأمين العام الممتحدة في صورة يعني مبتسم وفرحان لأنه يقف مع هذه الثلة وبرعاية بلسخارت التي جاءت بهؤلاء وبلسخارت الغريب العجيب ان بلسخارت هذه كانت في كل إحاطاتها لمجلس الأمن شهريا هي تحيط مجلس الأمن بخلاصة لما يحصل في العراق تتحدث عن هؤلاء وتقول انه فاسدين ومخربين ودمروا العراق والثورة العراقية قادمة والعراق قادر هكذا تتحدث عنهم لكن في نفس الوقت هي تلتقي بهم وتتعامل معهم بطريقة ودية ومحببة وتساعدهم ويتعرف كل الحال ولم يعني هل نقول أنها لم تشرح الأمين العام هذه الصورة الأمين العام لديه مجسات كثيرة ويجب أن يكون يعرف والوضع العراقي يعني مو مستطر يعني ليس غريبا وليس مو معروفا يعني أنت تطلع على على الفضائيات ستجد العراق في أسوأ حالاته لا خدمات لا سرقات فساد وأن تطلع على تقارير الأمم المتحدة نفسها من النظامات الأمم المتحدة من اليونسكو اليونسيف وغيرها تتحدث عن كارثة في العراق والعراق من أكثر البلدان فسادة في العالم أكثر البلدان العنومية أكثر البلدان خرابا تخريبا اتحاكل لحقوق الإنسان هذا كله موجود أكثر بلد بإعدامات أكثر بلد بسرقات وفساد أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار من عائدات النفط خلال عشرين سنة بددت لا أحد يعرف وين وأمريكا تتهمه بالفساد وتهريب الأموال وهكذا وإذا بالألمين العام يأتي إلى العراق وعندما يسأل يعني هو وجاء للنازحين يقول إذا صار عندنا وقت نزور النازحين لماذا أتيت إذن إذا أنت يعني وقتك لا يسمح بزيارة النازحين اللي أنت تقول أنه جئت من أجل استقرارهم من النازحين يعني هجروا من من جرف الصخر اللي أنت قريبة من بغداد اللي أنت نزلت بيها لا تحدث هذه الميليشيات نفسها التي تقف معك هي التي هجرتهم وأخذت بيوتهم واتهمتهم بالأرهاب واسنين صار وتحولت إلى معسكر إيراني هذا وضع العراق يعني هل يعود أهل العراق وتذكروا 13 سنة من الحصار كانت الأمم المتحدة شريكة في قتل العراقيين 13 سنة أكثر من مليون عراقي قتل جوعا وقهرا من ضمنهم أكثر من نصف مليون طفل وطبعا بالرعاية الأمريكية هذا هذا واقع الحال وبالتالي الأمم المتحدة تريد أن تقول في هذه الزيارة الأمين العام أنطونيو غونتيريش إلى برداد تريد أن تقول نحن شركاء فيما حصل في العراق نحن شركاء في تدمير العراق في قتل العراقي في تدمير بلدهم في تخريبه في إضعافه ولا الأمين العام لا يعرف أنه إيران متغولة في العراق لا يعرف أنه إيران مسيطرة على العراق طيب إذا كان هو إنساني ويحب الإنساني أو مثال الأمم المتحدة ما ها وفيها خراب ودمار وقتل وذبح وعصابة ليش زار حول وماشي زار العراق العراق فيه ما فيه من خراب ودمار وإذا به يبارك للحكومة ويبارك الديمقراطية أي ديمقراطية فكر طائفي وفكر عبثي وفكر اجتثاث وتخريب طائفي وأخذ أماكن تغيير ديمغرافي أماكن لناس وبيوتهم وأراضيهم استلاع عليها تغيير ديمغرافي وتتحدث عن ديمقراطية كيف تهدت ديمقراطية مع الطائفي وضع غريب عجيب ولوم المتحدة يا أهل العراق شريكة في ما يحصل شريكة في كل الدمار وليس لكم إلا أنفسكم ليس لكم إلا جهاتكم واعتزازكم بوطنكم واعتزازكم بتربتكم وأنتم من تضعون الخلاص لا أحد يضع لكم الخلاص لا أمريكا والممتحدة ولا أي بلد ولا نظام وهذه الكذبة الكبيرة هذا النظام والعملية السياسية هذه كلها لتدمير العراق وأضعافه وتهجير أهله وخرابهم ودمارهم وتحويله إلى واحات متباعدة ومتفاهمة معادية لبعضها لغبياناتهم مقطوعة هذا ما يريدونه ما الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة